تسلم معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم ملف المملكة العربية السعودية لتنظيم نهائيات كأس آسيا 2027 جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم وافدى الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة الأستاذ ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد الذي قام بتسليم الملف خلال اللقاء الذي عقد في مملكة البحرين ورحب معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بوفد الاتحاد السعودي لكرة القدم معربا عن تقديره البالغ لحرص الاتحاد السعودي على التقدم بطلب استضافة الحدث القري الكبير وقال معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة إننا نرى في تقدم خمسة اتحادات وطنية آسيوية بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا تأكيدا حقيقيا للمكانة الكبيرة التي تحتلها البطولة على الساحة الكروية وتجسيدا لمدى جاذبيتها الفنية والتسويقية وتأثيرها المتنامي في تطوير مخرجات اللعبة في القارة الأسيوية وأبدأ معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ثقته في أن الاهتمام المتزايد من الاتحادات الوطنية الآسيوية باستضافة بطولة كأس آسيا سيكون له عكاسات كبيرة على صعيد إعلاء قيمة البطولة ومكانتها بما ينعكس بصورة إيجابية على منظومة كرة القدم الآسيوية واربا عن أطيب الأمنيات لكافة الاتحادات الراغبة في تنظيم هذا الحدث القاري المتميز